اكد وزير الادماج والامن للشماعي والهجرة الاسباني خثيلوث ايس كريفا ان المغرب يواجه وضعا معاقدا للغاية في مواجهة مافيا الهجرة الغير الشرعية والتحكم في تدفقات الهجرة واوضح السيد ايس كريفا خلال لقاء نظيمة من طرف مؤسسة بيري تاريس اليوم الثبت ببرشلونة ان المغرب يعاني من تدعيات الوضع الصعب في بعض بلدان افريقيا جنوب الصحراء التي تعاني من الحرب والمجاعة وبحسب المسؤول الاسباني ينبغي فهم الوضع في المغرب الذي يوجه ضغطا شديدا للهجرة واشدد الوزير على ان العمل الذي يقوم به المغرب ليس بالسهل لافتا الى ان السلطات المغربية تواجه وضعا معقد للغاية واكد السيد ايس كريفا من جهة اخرى على اهمية ادهار اكبر قدر من التعاطف والحساسية تجاه ظهرة الهجرة وما تعنيها ومنذ محاولة الاقتحام الجماعي للثياج الحدودية على مستوى اقلم نادورة التي تسببت في تدافع شديد ووقوع حالات ثقوط مميتة من اعلى الثياج دع العديد من المسؤولين الاسباني الى مصاحبة جهود المغرب الذي يتحمل مسؤولياته كاملة في تدبير الهجرة وذلك قصد حماية حدوده وكبح تدافقات المهاجرين الغير الشرعيين وكان رئيس الحكومة الاسبانية بيرو سانشيذ قد دعا الى تقديم الدعم للمغرب الذي يعاني من تداعيات ظهرة الهجرة الغير الشرعية واكد السانشيذ الذي حل ضيفا على برنامج هوي بورهوي على اداعة كادنا ثير ان المغرب كبلد عبور يعاني من اشكالية الهجرة الغير الشرعية وعلينا مساعدة في التصدي لمافية الاتجار بالبشر والتحكم في تدفقات الهجرة والى الجزائر وعلى بعد ثلاثة اشهر فقط من الموعيد الذي حددته الجزائر لعقد القمة العربية على مستوى ملوك وامراء ورؤساء الدول والمحدد في شهر ونبر المقبل لا يبدو ان السلطات هذا البلد قد وجدت حلا لموضوع الخريطة الكاملة للمغرب التي تضع اقاليم الصحراء جزءا من تراب المملكة وهو ما اتضحت معالمه في تونس مؤخرا حينما انسحب الوفد الجزائري من اجتماع عربي احتجاجا على نشر هذه الخريطة على الرغم من ان المنظمين اعتمدوا خريطة سبقا نشرتها الجامع العربية واحتضنت تونس هذا الاسبوع المؤتمر القومي حول التحول الرقمي لتطوير مؤسسات الضمان الاجتماعية وفي خلفية منصة المشاركين في الندوة الافتتاحية ظهرت خارطة الدول العربية مقسمة حسب حدودها وظهرت الجغرافية المغربية كاملة مع وضع العلم المغربي عليها كما هو الشأن لباقي الدول المشاركة بما في ذلك الجزائر والبلد المنظم تونس لكن هذا الامر لم يعجب الوفد الجزائري الذي اثر على ان الصحراء ليست جزءا من المملكة قبل ان يغادر المكان وتعقيبا على ذلك قال رئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي محمد الكركي في تصريحات انقلتها اداعة مذايكة تونسية ان الوفد الجزائري المشارك في المؤتمر القومي حول التحول الرقمي لتطوير المؤسسات الضمان الاجتماعية انسحب من اشغال افتتاح المؤتمر احتجاجا على غياب حدود واضحة للصحراء المغربية ضمن خارطة الوطن العربية التي اعتمدها فريق تنظيم المؤتمر مضيفا ان الهدف من المؤتمر هو جمع الدول العربية لا التفرق ولا ترتبط الجمعية العربية للضمان الاجتماعي المنظمة للحدث بجمعة الدول العربية بشكل مباشر كما انها ليست دات اهدف ثياثية لكن اعتمادها الخريطة المتبنات من طرف الجمع العربية اعاد الى الاذهان بعد الثمت استمر لاشهر موضوع احتضان الجزائر القمة العربية على مستوى الزعماء الدول الذي قال قصر المرادية ان الموعد المحدد هو نوانبر من العام الجارية بعد ان ظل يؤجل طيلة الثنتين وكانت العلاقات المغربية الجزائرية المتوترة احدى اهم اثباب عدم تنظيمه ويعد موضوع الخريطة المغربية مشكلة مؤرقة للجزائر حيث ان جامعة الدول العربية لا تعترف بعثابة البوليثاريو التي تدعو لها السلطات العسكرية في بلاد الكابرانات وتلقى الوحدة الترابية للمغرب دعما صريحا من عدة دول ذات تأثير كبيرة وفي مقدمة المملكة العربية الثعودية والامارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين وثلطنة عمان والاردن ومؤخرا اعلنت مثر ايضا بشكل صريح دعمها لوحدة التراب المغربية عقيل الصالح لغوتاريس تعيين الجزائري سابريبو قدوم مبعوتا امميا الى ليبيا سيفاقم الازمة فيها ويهدد وحدتها قال عقيل الصالح رئيس البرلمان الليبي في رسالة وجهة الى الامين العام للامم المتحدة انتونيو جوتيريش ان تعيين وزير الخارجية الجزائرية السابقة سابريبو قدوم مبعوتا امميا لليبيا سيفاقم الازمة فيها ويهدد وحدتها ورفض عقيل الصالح في الرسالة التي نشر تفاصلها موقع الحدث التابع لقناة العربية ترشيح الجزائري بو قدوم مبعوتا امميا الى ليبيا وذكر الصالح جوتيريش بان الجزائر رفضت قرار البرلمان بتكليف حكومة جديدة خلفا لحكومة الوحدة وان الجزائر تتبنى موقفا منحاذا تجاه الازمة الليبية مضيفا ان السلطات الجزائرية تجاهلت السلطة الشرعية المنتخبة في ليبيا يوشر الى ان الامين العام للامم المتحدة انتونيو جوتيريش كان قد اقترح الاسبوع الماضية على اعضاء مجلس الامن الخمسة عشر تعيين الثبر بو قدوم مبعوتا الى ليبيا وهو المقترح الذي عرضته الامارات العربية المتحدة بشدة داخل مجلس الامن كما لقي معارضة كبيرة من اطراف الازمة الليبية وعددا من الاحزاب ونبقى في مجلس الامن ايضا حيث فشلت مثاعي دولة كينيا في اصدار بيان لمجلس الامن يدين كل من المغرب واسبانيا ويدعو الى اجراء تحقيق سريع ونزيه في واقعة وفاة قرابة ثلاثين مهاجرا افريقيا من جنوب الزحراء خلال محاولة اقتحام سياجي مليليا المحتلة قبل برعة ايام المثاعي الكينية افشلها تصدي الولايات المتحدة الامريكية وانقسام اعضاء المجلس الافارقة الثلاثة وهم غانا والقابون وكينيا حول الموضوع ولم تتفق الدول الثلاثة على موقف موحد بشأن الطريقة التي يتعين على مجلس الامن ان يتعامل بها مع ما وقع وعلى اثر احداث مليليا وبعد الهجوم الذي شنته الجزائر على المغرب مستغلة احداث العنف التي تسبب فيها مهاجرون افارقة بعد محاولة متثلل الى مليليا المحتلة وهو ما اصفر عن مقتل وجروح العشرات منهم دخلت جنوب افريقيا حليفة النظام الجزائرية على خط هذا الهجوم ودعت الى اجراء تحقيق وقالت وزارة العلاقات الدولية والتعاول لجنوب افريقيا في بيان اعلامية ان جنوب افريقيا تعرب عن بارغ اثفها وقلقها لوفاة 23 شخصا على الاقل واثابة العديد من المهاجرين الذين حاولوا دخول امليليا كشفت تقارير اثبانية ان الشركة الرائدة في نقل الغاز RWA الالمانية ستتكفل بتزويد المغرب بحاجيات من الغاز الطبيعية وذلك باستعمال انبوب المغاربية الاوروبية انطلاقا من اسبانيا وبدأت اسبانيا لاول مرة بنقل الغاز الى المغرب عبر خط انابيب المغرب العربي اوروبا مؤكدة انه ليس غازا جزائريا في حين توقفت الجزائر عن توفير الغاز عبر هذا الخط باتجاه اسبانيا منذ نهاية اكتوبر على خلفية ازمة ديبلومارسية واستناد لدات المصدر فان الشركة الالمانية تنتظر فقط التراخيص اللازمة قبل البدء في ضخ اولى شحنات الغاز الخاصة بالمغرب في محطات تحويل الغاز المثال الى طبيعي في اسبانيا ومن ثم نقله عبر الانبوب المغاربية الاوروبية الذي قررت مدريد والرباط اعادة تشغيله ابتداء من يوم الثلتاء الاخير وقلت مصادر في وزارة التحول البيئية الاسبانية لوكالة فرونس بريس انه استنادا الى العلاقات التجارية وحسن الجوار تم تلتاء ارسال اول شحنة غاز طبيعي مثال عبر خط انابيب المغرب العربي اوروبا بعد ان اشتراها المغرب من الاسواق الدولية ووصلت الى محطة اسبانية لاعادة تحويلها الى غاز طبيعي وفي فبراير اعلنت اسبانيا انها ستعيد تصدير الغاز الى المغرب عبر هذا الخط الذي لم تعد تغديه الجزائر باتجاه اسبانيا عبر الاراضي المغربية منذ نهاية اكتوبر بسبب اذمة ديبلوماثية حول الصحراء المغربية والى اخبار انبوب الغاز المغربية النيجيرية اكدت المدير العام للمكتب الوطني للهيدروكربوراتي والمعادن امين بن خضرة اليوم الجمعة ببروكسل ان الدراسات المتعلقة بمشروع خط انبوب الغاز المغرب نيجيريا المشروع الاستراتيجي للغاية الكثيل بتنمية القارة الافريقية وضمان الثيادة الطاقية تتقدم في ظروف جيد للغاية وقالت السيدة بن خضرة في مداخلة لها خلال مائدة مستديرة حول خط انبوب الغاز المغرب نيجيريا في اطار الدورة الاستثنائية الثالثة والثلاثين لمنتدى كرونس مونطانا افريقيا ان هذا المشروع الدخم الذي ينبع من رؤية صاحب الجلالة الملك محمد الثادث والذي تم توقع اتفاقية بشأنه في مايي 2019 قصد اجراء دراسات الجدوى والدراسات الهندسية بين المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن والشركة الوطنية النيجيرية للبترول يتقدم بكيفية ملائمة واضحة المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن والشركة الوطنية النيجيرية للبترول يعملان في اطار تكاتف تام للجهود مبرزة الخطوات التي قطع المشروع منذ انطلاقه خلال الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد الثادث في دجنبر 2016 لمدينة ابوجة وتوقيع الاتفاقية ذات الصلة في العاشر يونيو 2018 وذلك خلال الزيارة الرئيس نيجيرية محمد بوهاري إلى الرباطة وبعد اشارته لأن الدراسة الحالية تثير بكيفية إيجابية للغاية شددت المثؤولة على أهمية اندمام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى المشروع والتي كانت قد أعطت موافقتها في العام 2020 على أن يكون هناك مشروع واحد على الثاحل غرب إفريقيا وأكدت المدير العام للمكتب الوطني للهيدروكربوراتي والمعادن أن الدراسة تتقدم في ظروف جيدة للغاية ونأمل أن نكون في الموعد مع هذا المشروع الاستراتيجي والهام للغاية بالنسبة للتكامل الاقتصادية والاجتماعية لقارتنا وثجلت أن هذا المشروع يكتثي طابعا استراتيجيا أكبر في الثياق الحالية للحرب الدائرة في أوكرانيا والتي ضاعفت حاجة أوروبا لتنويع إمداداتها من الغاز مشيرة إلى أن خطع بوب الغاز المغربية نيجيرية يشكل في هذا الثدد فرصة لأوروبا